للمزيد مشاهدين حول هذا الحادث سيد محمود عبد الراضي ينضم إلينا نائب رئيس قسم الحادث بجريدة اليوم السابع سيد محمود بعد التحية يعني كنا نتحدث عن الاستهدافات الإرهابية للتمركزات الأمنية في يوم في هذه الفترة تحديدا بعد الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تحديدا في سيناء تعليقك يعني يا فندم من دقاء كان شيء متوقع في الظل الملحقات الأمنية والضربات الأمنية التي تنتهيكها وغيرت بالتخلية خلال الفترة الماضية وهناك تضييق من الخناص في منطقة سيناء كان طبيعي أن بعض العناصر الرهبية تسحت من سيناء إلى بعض المحافظات خاصة المنطقة المركزية القاهرة الكبرى وإستهداف العديد من الرجال الشرطة ويمكن ده مرتبط بشيء آخر كمان بعيدا عن تضييق الخناص في سيناء الحكم الذي صدر من محكمة الجنيات بحق عدد من المتهمين في مسبحة كرداسة لشهيرة وكان طبيعي أن يكون هناك رد فعل من هذه العناصر المتطرسة والجامعات الإرهابية أن تهتدف رجال الشرطة دائما معتقد أن سأرها مع رجال الشرطة الذين دائما يضبطون الخلايا الإرهابية ويقدمونها للقضاء ومصدوا بحقهم أحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن المؤدد نعم هل هناك سيد محمود يعني عودة إلى الأرض لموقع الحادث هل هناك أي تفاصيل يعني جديدة تم الوصول إليها أو نمت إلى علمك بخصوص الحادث الإرهابي الذي تم صباح اليوم يعني الأرقام التي توفرت هي خمسة شهداء من قوة القس بالإضافة إلى مصابين من المدنين هل هناك أي تفاصيل أخرى بهذا الأمر؟ يعني يا فندم فور وقوة الحادث سيد وزير الداخلية شكل سريء أمني على مستوى عدة قطاعات من وزارة قطاع الأمن الوطني الأمن العام ودريد أمن الجيزة اللي وقع هشام العراقي مدير أمن الجيزة توجه فور وقوة الحادث إلى مكان الحادث حالياً بيتم فحص عدد من كاميرات مرائبة خاصة أن الحادث وقع في منطقة تعتبر منطقة أثرية وبها العديد من كاميرات مرائبة فيتم التحفص في الكاميرات في محاولات جد من الأجهزة الأمنية لتحديث هوية مرتكبة هذا الحدث لكن دعني أقول لحضرتك هذا الحدث هو التطور نوعي للعمليات الإرهابية خاصة أننا كان من المألوف في الفترة الماضية نتم استداف الأكمنة ما المقصود بالتطور النوعي سيد محمود المقصود بالتطور النوعي كان من المألوف في الفترة الماضية استداف الأكمنة للثابتة والارتكازات الأمنية السابتة لكن مؤخرا دأبت الجماعات الإرهابية على استداف حتى السيارات الشرطة المتحركة والأقوال الأمنية المتحركة وهو يعني نوع من أنواع الإرهاب الجديد وهو نوع نوعي من أنواع الإرهاب بدأ يظهر في مصر مؤخرا كان في حدث استهداف القول الأمني في مدينة مصر ثم هذا الحدث رقم اثنين في عمليات استهداف الأقوال الأمنية المتحركة وهو نوع جديد من أنواع الإرهاب المتغورة نعم يعني تقصد أن الحادثة الإرهابية لم تكن تقصد بالتحديد النقطة الارتكاز كمين البدرشين بالفعل فندم يعني هو واضح ان هناك تتبع لخط سير سيارة الشرطة المتحركة وما سمت استهدافها بالعيارة النارية من المسافات قريبة واضح ان هؤلاء الاشخاص مدربين عن عملية القنصة عن بعد وزي ما حضرتك شفت وانا شفت وشاهدنا كلنا اعترافات بالفيديو للعناطر الارهابية اللي تم قض عليهم مؤخرا معظمهم اعترفوا انهم يتلقوا تدريبات عسكرية وتكتيكية في معكرات الارهاب في الصحراء عن عملية القنصة عن بعد واستهداف رجال الشرطة في المقام الاول وبدأت ان العناصر الارهابية تطبق ذلك على عرض الواقع شفنا حادث قول الامن من مدينة مصر استهداف عربية متحركة ثم نحن اليوم امام حادث رقم 2 استهداف عربية متحركة في مدينة البدرشين سيد محمود يعني بصفتك نائب لرئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع حدثنا اكثر عن الاحصائيات وعدد الاحداث او الحوادث الارهابية هل هي في تزايد ام في تضاؤل مؤخرة يعني فاندم كانت الحوادث الارهابية بدأت تختفي من المشهد المؤخرا وده يرجع لسبب الضربات الاستباقية اللي بدأت تنتهيك الاجهزة الامنية بدأت الاجهزة الامنية تحتمد على معلومات دقيقة من قبل الاجهزة المعلوماتية وتحديدا جهاز الامن الوطني بوجود اوقار للعناطر الارهابية سواء في شفقة مصروشة او في معسكرات للعناطر الارهابية شفنا اكتر من معسكر معسكر الارهابيين في صحراء صيود شفنا معسكر اخر الارهابيين في مدينة الاسماعيلية وتم استداد هذه العناطر الارهابية ووقت العملات الارهابية التي كانوا يحتزمون القيام بها لكن بعد ما اختفت العملات الارهابية لعدة اشهر بدأت تظهر على السطح من جديد وتعود للمشهد مؤخرا وذلك زي ما قلت حضرتك في بداية المداخلة مرتبط بظهور احكام قضائية ضد بعض العناصر الارهابية شفنا حكم كبير حكم قضائي تاريخي في القضية المعروفة بمسبحة كرداسة اكتر من 20 شخص حكم عليهم بالاعدام عدد كبير خضر الزوم احكام بيئة المؤدد كم من متوقع ان يكون هناك رد فاعل من هذه الجامعات الارهابية ضد رجال الشرطة اللي بتحتبرهم الجامعات الارهابية هي خصمهم الاول سيادة وزير وزير الداخلية مجدى عبدالغفار اجتمع بمساعدة ومسؤولية الامن فور وقوة هذا الحدث هل تتوقع اجراءات امنية اكثر تشديدا على خلفية هذا الحدث بعد انتهاء الاجتماع يعني فندم وزارة الداخلية منذ عدة اشهر تحديدا من من ثلاثة سبعة عقب ثورة تلاتين يونه وهي في حالة استنفار على مدار الاربعة وعشرين ساعة يعني ازاي ما بدايما بتؤكد قيادات الداخلية ان احنا في حالة حرب فعلا في حالة حرب وازاي ما قال الرئيس الجمهورية نحن نخوض حرب وجود بالفعل انك ده بتعامل مع شخص مجهول غير موجود امامك وغير ظاهر امامك شخص يمكن يكون موجود بين الاشخاص المدنيين اذا نغترت الداخلية في حالة استنفار تام سواء موجود حادث او غير موجود حادث لكن اتوقع يعني حالة الاستنفار الامن في جنوب الجيزة خلال هذه الساعات ربما تسر عن نتائجها المرجوة ويعني يتم تحديد هوية القائمين على هذا العمل الارهابي الجبال والقض عليه خلال الساعات القليلة المقبلة كما اعتدنا من وزارة الداخلية التي قدمت العديد من المتهمين ومرتكب الحوادث بعد ساعات قليلة من وقوع هذه الحوادث سيد محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم سابع نشكر لك كل هذه التفاصيل